هذا وقد وصل في وقت سابق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عظم المجلس العالى حاكم الشارقة إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية تستغرق يومين وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المطار السلطاني الخاص معالي خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلات السلطانية ومعالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام اللذان يرحبا بصاحب السمو حاكم الشارقة والوفد المرافق له بحفاوة كما كان في استقبال سموه عدد من كبار المسؤولين وعضاء سفارة الدولة لدى سلطنة عمان ويرافق صاحب السمو حاكم الشارقة وفد يضم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وعدد من المسؤولين اشتركوا في القناة